مكافأة ضخمة كان يتقاضها ماسك سنويا بقيمة 56 مليار دولار تعود إليه مجددا رغم إلغائها قانونيا المساهمون في شركة تيسلا وافقوا على حزمة مدفوعات من الأسهم لصالح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وقرروا نقل مقر شركة تيسلا إلى ولاية تيكساس المكافأة الأكبر في أمريكا المثيرة للجدل كاد أن يحرم منها المليونير الأمريكي حيث لجأ خصومه إلى القضاء من أجل حرمانه منها بحجة أنها مبالغ فيها وأن ماسك مشتة بين شركاته الأخرى أقرت المحاكم بطلب المساهمين وقررت حرمانه منها لكن ماسك جاءه الحظ بعد دعم نسبة عالية من المساهمين في الشركة لمنحه المكافأة الضخمة التصويت هو اختبار ثقة ناجح لماسك أكثر منه على المكافأة الضخمة فطموح الرجل لتحقيق نقلة نوعية في مجال النقل يبدو أنه قد وجد صدا إيجابيا لذلك يرى داعمه بأن نجاح تيسلا المستقبل مرتبط بشخصية ماسك أكثر من شيء آخر بسمك ريبي العربية